تستضيف العاصمة الكينيانايروبيا قمة المناخ في إفريقيا والتي تستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري وذلك بمشاركة دولية واسعة تهدف القمة إلى معالجة التعرض المتزايد لتغير المناخ والتكاليف المرتبطة به وذلك على الصعيد العالمي خاصة في إفريقيا كرة أرضية واحدة تجمعنا رسالة تبعث بها القارة الأفريقية التي باتت تؤمن أنها وإن كانت الضحية الأولى لتغير المناخ إلا أنه من الضرورية أن تكون لعباً أساسياً وحاسماً في حل أزمة المناخ العالمية من هذا المنطلق تأتي قمة المناخ في نيروبي كينيا التي تنطلق في الرابع من سبتمبر لتحقيق أهداف اتفاقية باريس ولا سيما قبل كوب 28 الذي يُعقد في نوفمبر المقبل في الإمارات ولأنه على الرغم من مساهمة أفريقيا الضئيلة في انبعاثات غازات الدفيئة بنسب لا تتجاوز 2 إلى 3% من الانبعاثات العالمية تظل القارة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ التي ألقت بظلالها على اقتصاداتها واستثماراتها وأنظمة المياه والغذاء والصحة العامة والزراعة وتعد قمة نيروبي فرصة سانحة لرسم ملامح التمويل المناخي وبحث سبل تحويل القارة الأفريقية إلى مكان للتصنيع بدلا من الاستخراج ولتجاوز المنافسات بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا يشارك في القمة عشرون رئيس دولة وحكومة أفريقية والشخصيات المعنية بالعمل المناخي والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش ومن المتوقع أن تبرم من خلالها صفقات بمئات الملايين من الدولارات وتوفر قمة المناخ في أفريقيا فرصة للقادة الأفارقة لإصدار إعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ ودعوة للعمل للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والشركاء الداعمين لدعم تنفيذها